بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سمع سماوات ينطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينخلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جاهنا وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفور تكاد تميزين الغيذ كلما أنقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتبوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعين فاعترفوا بذن منهم فصحقا لأصحاب السعين إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبي جاروه إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق ربه اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلونا فامشوا في مناكبها وكلوا بالرزق وإليه النشور أمنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تبنوا أن أمنتم ما في السماء أن ينصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقا صافا فاتمون ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يا مانسوكم من عدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في اغتبه ونفور أفبن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سبيا على سراث مصدق قل هو الذي ينشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذيلا مبين فلما رأوا زلفة أنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي قوتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قلوا الرحمن آمنا به وعليه تاكتلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ظهورا فمن يأتيكم بماء بعين